اشتركوا في القناة مع الريشة بييدك بتكتب بأحساس بتكتب شعر اليوم بالتحديد رح نحكي عن كتابك الجديد تركوا معي أحكايات رح نفصل هالكتاب اللي بيدوم أكتر يمكن بحدود الميتين قصيدة مقصامين على عدة على عدة مواضيع على عدة أبوابيرات تخبرني كيف بلش معك قدي أخذ وقت لجمعات هالكتابات يعني مرات بتكتب قصيدة اليوم بس مش بالضرورة يكون الحدث صار اليوم عندي قصيد أنا كتبها الأحداث صارت من خمس سنين بس بتبقى بالرأس بيكون هلأت أجا وقتها تطلع هلأت حتى حسيت أنه لازم تنكتب يعني ما في شي بيمرأ على الشاعر هيك مروا الكرام كل كلمة بتمرأ بتعلم أنت بيجي دورة ما حدا بيعرف لأنه كل شي بالحياة فيك تقري بس بحس الشعر ما فيك أنت تقري ما فيك تقول اليوم بدي أكتب أول إذا قررت وكتبت ما بتصور بيطلع الشعر بإحساس بيطلع ما طلع موصيك على حياة لشاغلة عاملية غير ما أنت يكون عندك المبادرة وطالع عبالك تكتب غير ما تطلع الكلمة لحالة يعني تلقائيا يعني ما بعرض تطلع لحالة لأنه هي بيسموها موهبة والموهبة شيء إلو علاقة بالخالق بالخالق نحنا ما فينا نتفلسفة علاية كيف هو خلقنا هاك يعني نعم قد ما نجتهد ما بنعرف كيف إشت الموهبة العلم تعلمي ابنك فيك تعملي مهندس فيك تعملي حكيم فيك تعملي شو من كان بالدني بس ما بتقدري تعملي شاعر صحيح ولكنت عملت ابني جوني مقدسي هالأصايد اللي موجودة بهالديوان فينا نسميه ديوان ما هيك إذا بدك هو مش مهم التسمية المهم المضمون كيف تختلف تسمية كتب الشعر يعني هلأ كل من بيسمي على طريقه يعني فيه ناس بيقع عنده كتاب ما بتجاوز المئة وخمسين صفحة وبيسميه ديوان ما دا حق مشروع لأله بس إنه نقال كتاب ونقال ديوان بدال هو المضمون هالكتاب وكل الأصايد الموجودة إنما رح نتقف في قصيرة ومنتابع الشاعر جوني مقدسي أهلا وسهلا فيك من جديد اليوم عم نحكي عندي وين الشعر الجديد اللي حاليا زهر وبعد ما توقع رح يتقع بعشرين أيلول وين رح يكون طويل؟ بيقعد بلدي تجديد تركوا معي حكايات حكايات شو تركوا معك؟ هو التصليح تركوا معي حكايات تركوا معي حكايات هيده لفظ يعني فينا نقول لا معنو أنا إنه كنت عم بعمل أدب ببداياتي وكان عندي كذا محاولة بالفصحة بس رجعت اخترت العمية لأنه هاللغة الأحب على قلبي واللي بحسها كتير قريبة مني ومن الناس مشان هيك يعني حتى في كتير مناسبات بقلب الكتاب مكتبين قبل الأصيدة أصرات إني أكتبهم بالعمية مثل ما عم بحكي معي ليه؟ ما بدي أتفلسف نعم لحتى يكون قريب أكتر من القارب أحبا تكون مثل ما أنا وكل أصيدة بكتبها بسرد الحدث مثل ما صار ما بدي أتفلسف على حدا ما بدي أخترع ما بدي ألف أصيدة ما عندي وقت أساسا أنا مني شاعر متفرغ أنا بكتب بس يطلع بالي بس أنا أحس نعم إذا مرأ شهر وما حسات بي حدا من شان هيك قلت لي ما رأت بحياتك من 20 سنة لليوم بفترة كان فيها جفاف كتابة ما كان يجي أفكار ما كانت تقدر تكتب ليه شو صار مش هيك أنا جمعت كتير إشاي كاتبها بالطفولة بالولدنة بالمراهقة ونزلتهم بكتاب صدر بالألفين واثناش نعم حبيت أنه هيك يكونوا مجموعين كيف ما كانوا يكونوا بس للذكرى بس الفترة اللي مرأت فيها يعني مش أنا قررت كان في أشغال كان في ظروف عائلية كان في سفر وأنا مني ملزم مني ملزم بشي اليوم شعار المنبر ملزمين تجاه جمهورهم على طول يقدمش جديد على طول يتلعوا بحلقات بحفلات أنا ما حدا لازمني أنا عم يشتغل وظيفتي كافيتني وأنا بكتب يعني إذا بدي كلي أنا عم بكتبون هني إخدين من وقت عائلتي من وقت نومي مش من وقت شغلي لأنه شغلي هو بحياتي يعني هو عم يأمل لي مستقبلي مستقبل عائلتي مستقبل ابني ما حبت أخلط شي بشي بس اتأكدي أنا وسائق بكتب وهذا الكتاب يمكن ما حدا بيصدق أنه نصه مكتوب بعجلة السر ما بيحكي عن عجلة السر بس هيدا الوقت الفراغ اللي أنا قادر أكون لوحدة فيه نعم ولما بتكتب جوني يعني شو بتحس أو شو بتجيب لك هالكتابة زائد على حياتك يعني تخلق لي فرح تخلق لي فرح لأنه بوصل المشهد اللي أنا بدي وصله ويمكن أنا فيني استرسل بأصيدي واتغزل فيك أكتر ما أحكيكي وج بوج الأصيدي لأنه بيدل يقوله للشاعر يحك لهم لا يحك لغيره يعني بالشاعر قادر أتواصل كتير عبارات وكتير مساجات مرات تواصل بساجات سياسية مرات تواصل بساجات عائلية يعني بتحس هوني مسموح أشياء أكتر من الحياة بالكتابة أم غطاية بشيء اسمه الشاعر يعني حالو كتير عن شو كتبت بي تركوا معي حكايات مين ترك معك وشو أي حكايات تركوا معك مش أنا هيك البنت اللي على الكتاب هي رايحة مش جاية نعم لأن ما حدا بيترك وبيكون جاية اللي بيترك بيكون فل هو برجع بقلك الكتاب إذا بدك أنا صرت متخصص بالمرأة يمكن هكي بيوصفوني وأنا اللي الشرف ومبسوط يعني أنا بحب المرأة بشكل مختلف عن كل الناس ودايما بقلهم بكذا جلسة بكذا مطرح وكيف ما انصدفت الكام مع رجال كام مع نساء أنا بقلهم المرأة هي آلة موسيقية إذا بنعرف نعزف عليها لعناخد أنغام كتير حلوة نعم والعازف اللي ما بيعرف يعزوف شو من أنا أعمله مش حيسمع عن غام حلوي أبدا قلتلي أوقات بكم قصيدة بالكتاب في هيك تعبير قوية أو منقالي إشا بطريقة قوية كيف يعني؟ برجع بقلك أنا ما بعرف تخبى بإصبعي في كتير ناس بتعمل إشا مثلي وأكتر بس بيتخبوا أنا ما بدي يتخبى قلع ممكن بحلقتنا أعرف شو لازم اختار شو بدي أقول ليا قصيدة من كتابي إيه إنه محقل أنه كل مطرح فيني أقول في شي معين يعني بس هو الكتاب بس يصير بيدان حدا بيوصل على قصيدة إذا ما عجبته بيقلب أي قصيدة بتحب أكتر شي بالكتاب؟ أنا كل قصيدة أولادة حبهم كلهم سمعنا شي هلا قبل ما سمعيك حبيت هيك حضرة قصيدة مبارح بشكل عفوة بتخصيك تخص البرنامج متل ما أنا شفت لأنه أنا ما بدي أكتب أنت شو بديك؟ أنا بدي أكتب أنا شو طلع بيلي صح يالح نقول قصيدة وأكيد هنسمعك قصيدة من الكتاب بتقول لي لاش اخترتها ما بعرف كلنا بحبهم بس نقات واحدة تفضل حملت قصيدة مبارح بتقول عنوانا انورتي الشاشة بهاليوم هلا أكيد منورها عطول عم شوفك مثل فراشي يا رنيا زياد الأشقر ولما طلعت على الشاشة حبيت الشاشة أكتر هاي دي محطة صوت حر وهي دوائع من نسر ولما أرر ابن المر وصلها لكل المهجر يسلم لي الخصر الممشوق وشعر العكتافك مدلوق والخالق فيك معجوق وعخدودك ورد مزهر من وقت اللي كنت صغير بالشعر اتعلقت كتير وكل عمري بأشعار كبير وقدامك أكتر بكبر شو ما كتبتلك أشعار ما بحس الأبيات كتار ولولا استقبلتي ختيار ما بيقشع حالهم ختيار يسلم تمك شكرا على هالكلام الرائع بالفعل يعني ولا المحطة أيضا مشكور جدا عندنا أكتر من 200 قصيدة بهالكتاب طبعا المواضيع بتختلف الموضوع الأوحد هو بالإجمال المرأة كيف أصمت مواضيعك؟ أنا أصمت الكتاب لأربع أبواب وجدانيات وغزليات ووطنيات ومناسبات بمعظم الكتاب هو بيحكي عن المرأة كان فينا نسميه كان كله غزليات لأنه حتى الوجدانيات منهن هني غزل بس غزل وجداني يعني عم بيحكي عن مرأة بس بطلت موجودة يعني عم حكي حالة خيالية؟ لا مش خيالية هيدا الكتاب انكتب بصدق وأنا فخور هيك إنه انكتب بصدق مثل ما قلتلك ببداية الحلقة ما بدي قد فلسف ما بدي اخترع أصيدة ما بدي ألف أصيدة أنا بدي أقول حيالة حدث شفته إذا بدك أنا عم بعمل ترانسليت يمكن هالكلام العادي عم ركبه بأوافة حتى يصير شعر يعني هالأشخاص اللي حكيت عنهم السيدات يمكن الموجودين بيكتابك انوجدوا فعلا بحياتك جوني استوحيت منهم أكيد ما بكتب عن حدا مش موجود بس مرات بكتب عن شخص حتى ما في معرفة شخصية يعني شخص ممكن التقى فيه بمطعم اكتب له ومن دون ما هو يعرف ويمكن عم يحضرني ما بيعرفة الحلقة لقلو يعني أي شي ممكن يكون مصدر وحي لحضرتك وأنا فرحاني كتير أنه أنا كمان كنت مصدر وحي لهالأصيد الرائعة اللي سمعتنا إياها قلتلي أنه فيه هيك أصيد عبالك تقرينا إياها من الكتاب بالذات وهيك رح نعلق عليها سوا أنا وإياك هي الأصيدة الأولى هلأ سابت لأنه حطتها الأولى بس مش معناتها أنه هي المفضلة الأجمل وهي هي الأصيدة بعنوان شو بتخطر على البال هلأ يمكن اخترتها لأنه بس فهدي قول تركوا معي حكايات شخص ترى وانت يختر حد عبالك أكيد منه قبالك صحيح إذا قبالك ما في الزوم يختر عبالك بيكون قبالك بتقول الأصيدة كل ما لحالي مرأت شو بتخطري على البال ويا ما ساعات انطرت حتى تجي الحالي وكل ما بعيوني شفت شردت عيون رجال أعرف إجا هالوقت تتوصل إبالي ونطلع سوى عالجرد توصلك عالجبال تحت السماء بأمطار جبل موقع وعالي ونقشع سوى هالدني متمرجحة بحبال مطرح رواء وحلو من هالبشر خالي والشتي نازل جليد عه السطح شلال والشتي نازل جليد عه السطح شلال وسقع بتجي بالتلج معها هوا شمالي تلج ورياح وشتي وتتلفلفي بالشال وانت تقوليلي برد قلك خدي شالي ونقعد بغرفي سوى ومكندرة بعرزال ونشرب خمر مع بعض والشرب يحلالي ومهما ساعات قعد تشوف الساعات تقلال وكان العبالي نكون كل العمر عبالي وقالت عيونها تاعها نزبط سوى الأحوال وكفي حياتي معك شو بقي برسمالي وكل شي بحياتي مرأ من قهر من إهمال تنسى بليلي معي شو بكيت ليلي حالو كتير وين بتصنيف شعرك جوني مأديسي هل بتحس انه فيه له تصنيف معين هل فينا نقول هو فقط غزل أو ممكن يكون شوي بمحل معين شعر إباحي هلأ في بعض الأصايد الإباحية نعم يعني هو الغزل إنه بس واحد يستطرد كتير بجسد المرأة بيبلش بالإباحيات بس كمان كل شي بالحياة نسبة الحب نسبة الكره نسبة النشاط نسبة النجاح نسبة يعني ما فينا نجي نقول قديش ما في ميزين بيقول هايدي الأصايد إباحية خمسين بالمية أو ثلاثين ما حدا كل واحد بيشوفها شي يعني نعم هلأ الأصايد اللي أنا كتبتها فيه ناس كتبوا بجرأة أكتر يعني كيف برجع بلك أنا بكتب بجرأة ما عندي مشكلة بس أكيد دائما بمواقع معيني بدي يكون إنساني شوي دقي شوي واعي بالأصايد اللي بديوا يختارها يعني أنا كتابة إذا وصل حدا على قصيدة وحصة كتير جريئة بالنسبة لأله بيقلب على الصفحة البعضة بس أنا مني مضطر على محطة تيفي إطلع وحدا يلقيت الريموت ويغير المحطة نعم الوطن كيف وصفته بكتاباتك؟ يعني أنا خصصت كم أصيدي وطنية بالكتاب تحتى ما كون بس إنه عم بكتب للمرأة يعني آخر شي حسيتها تهمي وأنا مبسوط فيها أساسا إنه ما بقى في حدا غير المرأة بالدنيا مع أنه هي المرأة سبب وجودنا على كل الأصايد حتى ولو عم تحكي عن ذكريات إنه ما فيها فرح إنه منا زكريات حزينة ولو إنه فيها بعض الحنين للمرأة إيه؟ هلأ في بعض الأصايد ما فيها فينا نستطر بكل الكتاب عم نحكي عن 304 صفحات الكتاب قد ما نحكي عنه قليل عم نجرب ناخد نحن باقة صغيرة إن شاء الله بتكون ما قلت اللي الوطن كيف حكيت عنه؟ الوطن برجع بلك إنه أنا مش ما بقدر أكتب عن الوطن ما بقدر أكتب عن كل شيء كل شاير بقدر أكتب عن كل شيء بس إنه الإشي اللي أنت بتطلع بالك لحالة كتبية غير ما يكون حدا عم يطلبه منك مع أنه عندي كتير مناسبات بالكتاب طلبوا مني نعم وجرابت حط حالي محل الشخص تحت تكون قدمة فيني بالإحساس عم بكتب هلأ الوطن كتبت له كذا قصيدة وهلأ إذا في وقت كمان منقدر نسمع وحده نقدر نسمع وحده سريعا؟ نعم نسمع وحده سريعا؟ مع أنه القصيدة إن حبات أنا تكون بتشبه وضعنا اليوم سمية القصيدة خلينا نخلص لبنان لأنه ضروري نخلصه لأنه المشكلة بطل عندنا ديفينيسيون للوطن كل واحد بيشوف الوطنية عزوقه كل واحد بيشوف العمالة عزوقه كل واحد بيشوف الدستور على زوقه حتى نعم أنا شفته عزوقه فضل طالما هني عم شوفه عزوقه أنا ما بيشوفه عزوقه لازم تفهم يا إنسان يلي مثلي لبناني كيف بدنا نحلص لبنان من هالشر الإنساني لازم تفهم يا إنسان يلي مثلي لبناني كيف بدنا نخلص لبنان من هالشر الإنساني لازم نحترم الدستور حاجي نلفه وحاجي ندور وكل واحد منا مشبور إيده يحطه بالتاني إيدك حطه بهالإيد ما بينفع كتر التهديد إيدك حطه بهالإيد ما بينفع كتر التهديد من وقت حملنا بوريد صارت أرضي خرباني ما بدنا نحكي بالدين كل دين صحابه بعين يا خيب يكفي تخوين كل العالم تعباني غرق الدولتنا بديون وصاير موقفها مرهون غرق الدولتنا بديون وصاير موقفها مرهون مين بيرد بلاده تكون هيك تكفي غرقاني يعني من ضم صوتنا لصوتك بشدة وبقوة ومبين هيك قدي بالفعل فيه إنفعال بها القصيدة الرائعة بدي تذكرنا أي متى وين توقيع الكتاب اللي صار بيكسير موجود بجميع المكتبات طبعا أكيد بعد التوقيع أنا ما حبت يكون بالمكتبات وبين أياد الناس احتراما للأشخاص اللي عاملين من قيمتي واجعين على توقيع الكتابة توقيع الكتاب لح يكون نهار السبت بعشرين أيلول بقاعد بلدية جديدة حبت اختار هالتاريخ مع أنه كتير مزعيش لترباع الناس عندها أعراس بس أنه لا في شتي ولا في برد ولا في شوب على كل الكلمة أقوى يمكن من كل الظروف طبيعي بس كمان بديك ترعي ظروف كل الناس يعني حتى تخترت الموقع عملت استاتيستيك على كل أصحابي وكل معارفة وين بينسبن أكتر شيء أي الساعة الساعة ستة على كل أنا بحب نوه بأنه على صفحة الفيسبوك الخاصة بحضرتك بيكون فيها هيك أوقات حروب شعرية وأحاديث شعرية وبدأي وجه تحية لصديقتك على فيسبوك السيدة ماري سلوم يعني ليالي بحب الفعل الشعر بيقدر يفوت ويقرأ كل هالأبداع اللي عم بيكون من قبلكم ما حبات أنا يكون أنه شعري إذا بدك هيك أنه سيكريت مخبة وأنا ماني بيصدد كونتاجر أنا شاعر ما بدي كونتاجر يسلم هيك أصايدة كلها مباحة على الفيسبوك ما في شي مسكر كلهم بيبليك هلأ طبيعي أنه في أشي حطيت على الفيسبوك موجودة بالكتاب وفي أشي زاكر الأشخاص بأساميهم وفي أشي أنه حباتي دل هالكتاب أنه الناس تشوقت رح تشوف شوفي بقلبه أنه جربت قدمة فيني كون عم بلعبة بالنص يعني عم برضي رغبات كل المحبين يلي بيتابعوني وأنا بشكر متابعتهم وأنا من خلال هالمحطة بحب وجه اعتذار للكل لأنه عن جد مش عم لحق لون رد عليهم كتير بيجيني تعليقاتي بيجيني أنا كتير كتير مؤثر يعني كله كله مؤثر مش طالي قاصد التأثير لأنه يمكن قسم كبير ما بيعرف عندي أشغال عندي وظيفتي يعني صاير أنا وياهم معا فيني يكون غير بالليل نعم شكراً لوجودك معنا بالتوفيق الشاعر جوني مؤدستي أهلا وسهلا شكراً كبير للمحطة بريك مشاهدينا ومن تابع انتي فيا لايف شكراً للمشاهدة